سياسات أردوغان وحكومته الإرهابية ضد سوريا جددت روسيا موقفها الرافض لأي تدخل خارجي في شؤون سوريا الداخلية أقل نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال أليكساندر باستينكوف في حديثا لإذاعة صدى موسكو إن روسيا ستلتزم إلى أقصى حد ممكن بعدم التدخل في الشأن السوري مشيرا إلى أن وزارة الدفاع تؤيد تماما موقف الرئيس الروسي فلاديمار بوتين كونه قائدا أعلى للقوات المسلحة وقد أعلن هذا الموقف مرارا ومفاده أننا نعارض أي تدخل خارجي واستخدام القوة لحل المشاكل التي تواجهها سوريا أقل باستينكوف لا أظن أنه سيأتي أي رد سلبي من الناتو على قرار تشكيل الأسطول العملياتي الروسي في المتوسط علما أن استخدام أسطولنا سيؤثر في شكل إيجابي على استقرار المنطقة